البطانة أرض للخير من ملاتيها طرحها المنبسطة على امتداد البصر تحكي عن تاريخ امتدة وتنوعت فيه الصور الملهمة فكانت مثالا لتداخل القبائل العربية التي سكنت أرضها تمارس حرفة الرعي والزراعة في حرف أساسية تربية الإبل بهذه الأرض الواقعة في محلية أم القرى بولاية الجزيرة ارتبطت بالمنطقة منذ قديم الزمان فكان للبادية دمها في عروق من أحب هذه الحرفة إنساب عبر الزنبارة وهي آلة موسيقية تتم صناعتها يدويا يعبر بها أبناء البادية عما يسكن في نفسهم من إبداع وشوق وحب لهذه الإبل قبيلة الرشايدة التي اشتهرت في هذه المنطقة تحديدا لتقبيل ورعي الإبل تداخلت مع القبائل الموجودة بالبطانة وهي قبائل الشكرية والبطاحين والفادنية والمغاربة والكوالة وغيرها من القبائل يتشكل نسي اجتماعي متصافي يتفق على الماء والكلأ للرعي ويفتخر بما أنعم الله عليه من نعم وثروات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من الحشائش التي تنبت في أرض البطانة وترتحل من مكان إلى آخر بحثا عن الكلأ والماء وتحتمل السفر الطويل الشاق لأكثر من تتعالي لأكثر منها الماء أما في أحوالها الطبيعية فهي ترد الماء مرة كل شهرين في فصل الخريف أما في فصل الشتاء ترد الماء كل عشرة أيام مرة وفي الصيف ترد الماء كل إسبوع وذلك لما حباه الله من قدرة عالية تحتمل بها العطش وتوائم بها نفسها مع المناخ الموجودة فيه كرم تراه على الوجوه كأنه يملأ الكون كله وفرحة تمثل طيبة إنسان الجزيرة وترسم في الذهن آية الصور لقضعان الإبل وتتكئ على ذاكرة لا نسيان فهي صورة يجرق على أن تشعر بالطعم وأنفاس البادية تملأ ما بين شوق البعاد والزمان حتى يحجوك الحنين في العودة إلى أرض هي بالجمال حتيبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر